اهلا من كل حضراتكم من جديد مؤمن معروف أحد أبطال مصر في رياضة الشراع صباح الفل ومنورها شكرا لحضراتكم مبسوط جدا باللقاء جميل إن شاء الله أكون ضيف لطيفة على حضراتكم أنت جميل يا مؤمن غير حاجة ومبسوطين بك وقل لي طبعا أنت بتتبع البرنامج قبل ما تيجي أكيد طبعا وقلوا لك عشرة صبح في الأهل يقول تدخل أعمل سرش مين دول أنا بتابع القناة الأهلي بتابع الأهلي يعني بتابع اللي بيحصل أضيف كل يوم يعني متفرج يعني وأهلاوي قوي أكيد طبعا أزيل يا مؤمن أزيل خلونا نتابع تقرير مع حضراتكم عن مؤمن ونرجع نكام موسيقى موسيقى مؤمن قبل ما نبدأ أي حاجة وكان فيلر جميل اللي احنا شفنا ده بس عايزين نعرف أكتر عنك يعني مؤمن أنت كم سنة بتدرس فين يعني نعرف لي المؤمن أنا مؤمن عندي 19 سنة أنا بدرس كولير تجارة في أكدامية الطيبة المعادي وأنا بدأت شراء وانا عندي تقريبا أنا بأدي 8 سنين أو 9 سنين بلعب شراء بدأت عن طريق نادي الكشفة بحرية بجليزة ده عن طريق أخويا الكبير كبتن أحمد معروف طبعا أحب أشكره جدا يعني عن مجبودات اللي أعمالها معي أنا في البداية كنت بلعب سباحة بدأت أتجل السباحة شوية روحت لنادي مع أخويا حرفت يعني إيه رياضة شراء فتعلمت في نادي للشراء تعلمت رياضات مائية بلعب كشافة أصلا يعني في البداية كنت فريد كشافة فريد مجموعة مصر بلدنا الكشفية يعني وبعدين بدأت ألعب سيليج فبدأت أتراز الأوتوميست وهي شراء كله عموما بيكون أترازات مختلفة بسنة معين فأنا بدأت الأول أتراز الأوتوميست وبعدين سني طلع عن الأوتوميست فبدأت أخش الوينسيرف في بداية الوينسيرف كانت مرحلة بداية جديدة أنه أنا كل شخص بيكون ليه هدف كبير وطموحات كبيرة بس أنا كان في بداية أن أول أن أنا أصل لممتخب مصر يعني دي كانت حاجة صعبة بالنسبة لي كمير يعني بداية مبكرة من سن مبكرة طبعا واضح أن دور اللي لعبه هو كان دور كبير جدا في مشوارك بس عايزينك تعرفنا أكتر عن الرياضة دي عن قوانينها عن شكل بطولاتها النقاط فيها بتتحسب إزاي ده إذا لو كان فيها نقاط أو ما فيهاش بتمارس فين سواء على صعيد البطولات والمباريات يعني متالش عليها بمباريات بقى بتاعة يعني البطولات بتتمارس فين أو بتلاعب فين والتدريبات كمان هلفت بحار فأنهار يعني خلفية كده على البطولات دايماً بيكون في الصحيح يعني إن هو بيكون تمرين بيكون في بحر دي بيكون حاجة كويسة لعيدة رياضة الشراء عموماً بس إحنا حالياً يعني بنتمرن في الاتحاد بتحدي مصر الشراء عم عزيزة أل سعود بيكون في النيل هنا عمدنا في مصر بس فمؤظم الأوقات بيكون في معسكرات في البحار وكده بطولة الجمهورية بتقام في اسكندرية بنادي رياضات المائية بالمنتزة وبينادي أختن يعني الإسكندرية وبيكون في بطولات بتتعامل في راس صدر في كارير مونبيتش دي بيكون في راس صدر ومعظم البحر الأحمر يعني إنما البطولات الداخلية بيكون في النيل أو في اسكندرية بيبقى فيه فرق ثقة للمية في حالة لو أنت في النيل أو في بحر في البحر بيكون مختلف جداً لأن إنت تلعى في بحر مفتوح عموماً أو بيكون في موج وبيكون الموضوع مختلف عن النيل تماماً يعني الاتجاه الهوى بيكون جاي من الاتجاه معين فإحنا دايماً بيبقى مختلف عن النيل خالص يعني بيكون زي ما بقول حضرتك بيكون البحر مفتوح فأنت عارف الهوى جاي منين أوكي ودرسه وقبل ما تنزل بيكون عامل احتياطاتك لكل حاجة طيب أنت شاركت في أولمبياد الشباب بالأرجنسي اللي هي كانت 2018 طيب عايزين يعرف عنك أي يعني عنها أكتر الأولمبياد دي وإنت كان وضعك إيه وقتها وحققت إيه؟ أنا دايماً يعني إحنا دايماً في البطولات بسواء كلعبين رياضة أو لعبية منتخب مصر الشراع إحنا دايماً بتكون عندنا إن إحنا نروح الرياضية فدايماً مش أنا اللي جابت التأهل للأولمبياد الشباب ده صديق ليه اسموه يوسف ياسر ده كان جاي بالتأهل من أفريكة بطولة أفريكية اللي كانت معمولة في رصدر 2018 هو اللي قدر يأهننا إن إحنا نروح ليوسو الأولمبيد جيمز اللي كانت في الأرجنتين ومن خلالها بعد الأولمبياد حصل تصفيات من بطولات الجمهورية والعديد من بطولات للعالم ده كان جزء كبير بعد بطولة عطول بدأنا تصفيات وأنا اللي كنت يعني في الوضع الحالي بعد البطولة الأفريكية كان أنا المستوية المرتفعة فكنت دايماً مستوية عالي فبدأت أكثر التصفيات من خلالها قدرت أتأهل لليوسو أولمبيد جيمز في البداية إن إحنا نروح للأولمبياد دي كانت حاجة كبيرة عموماً لمصر أو للإتحاد المصر للشراء عموماً طبعاً إن أول مرة أصلاً على تاريخ الشراء إن إحنا نتأهل في اليوسو أولمبيد جيمز من الشباب في رياضة الشراء كنا متأهلين في الكبار عن طريق كابتن أحمد حباشرح هذا كان مضيف موجود هنا محاولاتكم ودي كانت أول بداية للينا وفي الاتحاد كابتن أحمد صحة عموماً فدي كانت بداية كبيرة للينا ويعني حافظ إن إحنا قدرنا نوصل إن إحنا نتأهل الأولمبياد الشباب وأنا كنت واصل كاني إن إنا نقدر نعمل حاجة بس الموضوع في المنافسة في الأولمبياد ده بيكون شيء صعب كبير جداً إن إحنا نجيب مدالية بس مش بعيد وإن شاء الله يعني الحلم البريس إن شاء الله بذلك طيب أنا عايز أسألك على المواصفات اللي لازم تكون متوفرة في الشخص عشان يمارس الرياضة دي بشكل احترافي دي نقطة النقطة التانية إلى أي درجة أنت شايف إن ممكن تكون الرياضة دي مهضوم حقها مظلومة مش منتشرة كما ينبغي أن تنتشر ولا أنت مش شايف كده لا أنا شايف ده طبيعي بس أنا يعني أتمنى إن كل الناس تعرف يعني إيه رياضة شراع أو كل الرياضين اللي نفسهم يحققها حي المهم رياضة شراع رياضة ممتعة جداً ورياضة محتاجة تكنيك ومحتاجة زكاء ومحتاجة استراتيجي كويس وخصوصاً إن أنت تبقى لوحدك في الماء يعني يعني إذا ما تبقى لوحدك لازم الكرار اللي تاخده يطلع صح يطلع غلط سواء في المتسباق اللي أنت ترعبه أو سواء في التمرين اللي بيحصل فأنت دايماً في عالم تاني لوحدك أو الكرار الأول الأخير هو بتاعك سواء أنت تطلع صح أو يطلع غلط بالنسبة لرياضة الشراع أنا أتمنى أن يكون فيه دعم كافي من وضعات شباب الرياضة لأن الاتحاد مش مقام على طراز الويند سيرف بس اللي هو طراز الشراع اللي أنا بلحبه هو مقام على طرازات أخرى كتيرة حوالي 6 طرازات أو 7 طرازات أخرى فدايماً الدعم بيجي للطرازات دي كلها مش بيجي دعم مخصص بس الويند سيرف فدايب شيء بيكون عجزنا شوية أن المعدات مش بيكون متوفرة في مصر دايماً أو في الوطن العربي فدايماً لازم نجابها بطولة عالم أو نجابها من الاتحاد الدولي للويند سيرف أو الشراع عموماً فدا بيكون صعب أن نحن نقدر نوفر المعدات أو الإكسبرينز بتاعت المعدات أنت تتكرم هنا يعني عايز دعم من وزارة الشباب في حتة التمويل يعني مش فكرة الاهتمام بس طيب ده هيخدني السؤال يا مؤمن ويمكن طرحناه قبل كده برضو على أبطالنا اللي هم في الألعاب الفردية أن فكرة الراعي بيكون للألعاب الجماعية أكتر بكتير أو هذه الثقافة يعني بتكون بس عندنا أكتر في الوطن العربي أنا أتمنى أن يكون فيه سبونسر زي ما حاضيك بتقولي وده هيكون شيء كويس وحافز لنا كرياضين كبار أن اللعبة عموماً مختلفة في حاجات كتير المعدات بتاعتها صعبة أنها نوفرها أو صعبك على عيب شخصياً أنها يقدر يجبها لأن معاداتها غالية جداً والمعدات شخصياً كبيرة يعني حالياً هم أصلاً غيروا الطراز اللي احنا بنلعب عليه بقى طراز اسم الفايل ده المركب حوالي عاملة سبعة تلاف يورو وأكتر كمان ده جزء من المركب بس شأنه يضال النحض ده وحالياً لحد الوقت الاتحاد بيسعى في النواة يتواجد بالمركب في الكاهرة يعني بيسعى عطرة أو غير عطرة اللي شرعت فاك البوردة خرم الميوتار حاجة كده يعني هو حصل حاجة معانا في بطولة العالم يعني كنا احنا دايماً راحين بنروح دايماً قبل البطولة بثلاثة أربعة أيام لأننا نكتشف المكان اللي هنالعب فيه بطولة العالم وده بيكون حاجة كويسة لنحنا نمارس في المياه أو نتجه تمرين في يوم أو يومين قبل البطولة ما بيكونش شيء كافي قوي يعني بس يعني بيكون لحد ما كويس بس بقى الطيارة هي اللي فاتتنا فكان موضوع صعب شوية بس يوو انا تفاتتني طيارة برده كده مؤتمر مهم جداً مش رايز اللي افتكرو طيب مؤمن يعني انا حب قوي او يعني احنا مبسوطين بقصتنا نجاحك في الرياضة بس قال لي بحب اروح للجزء الشخصي اكتر برده مع ابطالنا فمؤمن عايز يعمل ايه يعني قدامه غير ان هو يبقى يوصل ان هو يبقى بطل في الشراع وطبع ان تحقق يعني درجات كمان افضل من كده ولو كمان توصل على مستوى العالمي احنا اكيد نتمنى لك ده بس كمان على المستوى الشخصي انت حابب تحط يعني تشتغل تعمل كرير ولا حيبقى صعب مع بعض الاتنين هو اللي مش صعب ولا حاجة ما فيش حاجة صعب او دايما محتاجها مجهود او محتاجها اهتمام شوية فانا دايما بسعى ان اكون لعيب جامد بره مصر وقالعب باسمه مصر يعني بره احترف في نوادي من الابطال الجامدة يعني مثلا زي بطل عالم انا دايما بافتخر بيه وبشوفه هو بطل ومسأل اعلى لي خارج مصر عموما هو اسمه دوريان ديفان هو دوريان ده بطل عالم لمدة 3 سنين تقريبا يعني جاب جمسيته ايه هولندي هو دايب مداليتين اولمبية جايب في ريو ولندن اول وهو كرير وعالي جدا في رياضة الشراع وخصوصا ان هو بطل جامد يعني ومش منافسته وقوية جدا بس انت متقلش خلي بالك اياه متقلش اصداز متعمل تشوفر النار لغاية دلوقتي او ما شاء الله علي انا سعيد ان انا اوصل لبطلات كتير واخر كرير يعني ان اوصلت له ان انا جبت برونزايا فطلات افريقيا دي كانت في دولة تونس وبرونزايا البطولة العربية اللي كانت معمولة في مصر عندنا في المنتزع الفيسكندرية الشراع او يعني عالم السيلنج ده تحسه عالم صيفي جدا ربيعي قد يكون خريفة طب بتعملوا ايه في الشتاء؟ او دايما السيلنج عموما في الشتاء بيكون صعب شوية كالعيبة بس احنا دايما بننتجه للويتسوت او البدلة الغطس عموما اللي بننزل بها المياه فدي بيكون حاجة يعني متعفرة ان احنا نقدر تساعدنا في الشتاء نتمرن كويس بس يعني اتمنى يعني يكون فيه احسن في كل الشتاء بس دايما بيكون الموضوع صعب يعني جميل جدا مؤمن عايز تقول اي حاجة في النهائة الفقرة؟ شكرا لحضرك شكرا جدا انا استمتعتك بالحلقة الجميلة دي ويا ربك ونضيف لطيفة على حضراتك وان شاء الله شكرا ان اتشرفنا بوجودك معنا يا مؤمن ونموذج لمشرف الشاب المصري بناجح البطل فنتمنى لكل توفيق في اللي جاي ان شاء الله شكرا ان ايك يا مؤمن